اشتركوا في القناة حسب كلامك يا سيدي الملك انا وكل اللي ليه ليك فرجع الرسل وقاله كده اتكلم بن هدد انا بعتلك ان فضتك ودهبك وستاتك وولادك تدهمني لاني حوالي زي الوقت ده بكرة حبعت العبيد بتوعي ليك فيفتشوا بيتك وبيوت العبيد بتوعك وكل اللي تهواه عنيك يحطوه في ايديهم وياخدوه فنده ملك اسرائيل كل شيوخ الارض وقال اعرفوا وشوفوا ان ده بيطلب الشر لانه بعتلي بيطلب الستات بتوعي وولادي والفضة بتاعتي ودهبي وما منعتهمش عنه فقال له كل شيوخ وكل الشعب ما تسمع لهوش وما تقبلش فقال للرسل بتوع بن هدد قوله لسيدي الملك ان كل اللي بعت بخصوصه لعبدك في الاول اعمله واما الموضوع ده فما اقدرش اعمله فرجع الرسل ورجعوله الرد فبعت له بنهدد وقال كده تعمل فيا لاليها وكده تزود علي لو فضل من تراب السامرة اللي يكفي ان كل واحد من رجالتي يملأ ايده فجاوب ملك اسرائيل قوله لو ما يفتخرش اللي بيشد سلاحه زي اللي بيخلعه فلما سمع الكلام ده وهو بيشرب مع الملوك في الخيام قال لعبيده جاهزوا نفسكوا صفوف فجاهزوا نفسهم صفوف على المدينة وفين ونبي طلع قدام لاخاب ملك اسرائيل وقال كده قال الرب شفت كل الجمهور العظيم ده اهونا حزقه النهاردة في ايدك فتعرف اني انا الرب فقال اخاب بمين فقال كده قال الرب بالسبيان بتعرقسة بتوى المقاطعات فقال مين يبتدي الحرب فقال انت فعد السبيان بتعرقسة بتوى المقاطعات فوصل عددهم 232 وعد بعدهم كل الشعب كل ولاد اسرائيل 7000 وخرجوا عند الظهر وبنهدد بيشرب ويذكر في الخيام هو والملوك اللي 32 اللي سعدوه فخرج سبيان الرؤسة بتوى المقاطعات في الاول وبعد بنهدد فبلغوه خرج رجالة من السامرة فقال لو كانوا خرجوا للسلام فامسكوهم عايشين ولو كانوا خرجوا للحرب فامسكوهم عايشين فخرج السبيان بتوى الرؤسة بتوى المقاطعات دول من المدينة هم والجيش اللي وراهم وضرب كل راجل منهم راجل من القراميين فهرب القراميين وطردهم اسرائيل ونجي بنهدد ملك قرام على فرس مع الفرسان وخرج ملك اسرائيل فضرب الخيل والمركبات وضرب قرام دربة عظيمة فطلع النبي قدام لملك اسرائيل وقال له روح تشدد واعرف وشوف تعمل ايه لانه لما تخلص السنة يطلع عليك ملك قرام واما عبيب ملك قرام فقالولو الاليها بتاعتهم قليه الجبال عشان كده قوي علينا ولكن لو حربناهم في السهل نقو عليهم واعمل الحكاية دي اعزل الملوك كل واحد مما كانوا وحطوا قواد مكانهم واعيد لنفس الجيش زي الجيش اللي وقع منك فرس قصد فرس ومركبة قصد مركبة فنحربهم في السهل ونقو عليهم فسمع لكلامهم وعمل كده ولما خلصت السنة عد بن هدد القراميين وطلع لأفيق عشان يحارب اسرائيل وتعدوا ولاد اسرائيل وخدوا الزاب بتاحهم ومشوا عشان يقابلوهم فنزل ولاد اسرائيل قصدهم فكانوا زي قطعين صغيرين من المعيز واما الأرميين فملوا الأرض فطلع قدام راجل الله وقال لملك اسرائيل كده قال الرب عشان خاطر ان الأرميين قالوا ان الرب إله جبال وما هواش إله وديان حزق كل الجمهور العظيم ده في إيدك فتعرفوا اني أنا الرب فنزل دول قصد دول سبعة يام وفي اليوم السابع اشتبكت الحرب فضرب ولاد اسرائيل من الأرميين مئة ألف راجل في يوم واحد وهرب الباقيين لأفيق للمدينة ووقع السرعة سبعة وعشرين ألف راجل اللي باقيين وهرب بن هدد وداخل المدينة من قوضة لقوضة فقال له العبيد بتوعه احنا سمعنا ان ملوك بيت اسرائيل ملوك رحمة فنحط خيش على وسطنا وحبال على رسنا ونخرج لملك اسرائيل يمكن يعيش نفسك فشدوا خيش على وسطهم وحبال على رسهم وجمل ملك اسرائيل وقالوا بيقول عبدك بن هدد تعيش نفسي فقال هو لسه عايش هو أخويا فتفاقل الرجالة وشاهلوا ولقطوها منه وقالوا أخوك بن هدد فقال ادخلوا هاتو فخرج له بن هدد فطلعوا للمركبة وقال له أنا أرد المدن اللي خدها أبويا من أبوك وتخلي لنفسك أسواق في دمشق زي ما خلى أبويا في السامرة فقال وأنا أسيبك بالعهد ده فقطع له عهد وسيبه وكان فيه راجل من ولاد الأنبية قال لصاحبه بأمر الرب اضربني فرافض الراجل أنه يضربه فقال له عشان ما سمعتش كلام الرب فلما تروح من عندي يقتلك أسد ولما راح من عنده قابله أسد وقتله بعدين صادف راجل تاني فقال اضربني فضربوا الراجل ضربه فجرحه فراح النبي واستنى الملك على الطريق وتنكر بربطه على عنيه ولما عبد الملك نادى الملك خرج عبدك لوسط الحرب وفينه راجل مال وجالي براجل وقال حافظ على الراجل ده ولو ضع تبقى نفسك بدل نفسه أو تدفع وزنة من الفضة حوالي 36 كيلو وفينه عبدك بيشتغل هنا وهناك أم ضع فقال له ملك اسرائيل أهو كده حكمك أنت حكمت فصرع ورفع الربط عن عنيه فعرفه ملك اسرائيل أنه من الأنبية فقال له كده قال الرب لأنك فلت من إيدك راجل أنا فانيته تبقى نفسك بدل نفسه وشعبك بدل شعبه فراح ملك اسرائيل لبيته مكتئب ومغموم وجيل السامرة